استخدام الطاقة المتجددة بالليل والنهار نظام الهايبرد شلون نقدر تكون يعني ممكن تكون فاتورة الكهرباء صفر في ايش حالة انا اشكرك على هذا الوعي العالي لعمل المنظومات الشمسية طبعا المنظومة الشمسية يعني حتى للمواطن نشرحها على موضوع يكون تصور اولا هي موعة الحرارة يعني الحر يأثر عليها ثانيا اليوم فرق العراق عن باقي الدول فرق العراق عن باقي الدول يعني مثلا في الاردن او دبي او التركيا او اوروبا بشكل عام الكهرباء مستقرب فبالتالي المنظومة الشمسية يستخدمون نظام اسمه الانيغريد الانيغريد هذا يعني ما بيبطاريات مجرد الواح وانفيرتر ويرتبط بالشبكة شلون يعني من يصير غيمة ذي البثل قبل شوي وقطعة الضوء وصار عدي دروب بالكهرباء بالتوليد هنا منه راح يسوي لها مزامنة يراح يسوي لها الوطنية الكهرباء الوطنية تسوي الموزامنة لكن اذا الكهرباء الوطنية مقطوعة منه ليسوي المزامنة البطاريات او المولد هنا اختلف الموضوع الحالة العراقية انه حكم انه نروح باتجاه الهايبرد او الاوفيقرد طبعا الاوفيقرد هو اللي غير مرتبط بالشبكة وهذا احنا منشجع عليه لانه عندما تكون البطاريات مشحونة والاوفيقرد موجود راح نخسر التوليد بالطاقة الشمسية ويكون هو على استخدامات محدودة الهايبرد هذا عملية يعني تصدير الفائض الى الشبكة طبعا بالمناسبة حتى لا يؤخذ علي تصدير الفائض وهنا يجون الصقور اللي يتكلمون انه الشبكة راح توقع هو من عنده خمسة كيلو واط هو راح يستهلك للاستهلاك الذاتي راح يستهلك لاربعة يجوز يصدر كيلو واط او ما يصدر فبالتالي التصدير بسيط راح يكون لكن هذا التصدير هو يعطي كفاءة للشبكة ويعطي كفاءة ايضا للمستهلك دول كثير من دول العالم تستخدم هذه المنظومات بالسيطرة على الأحمال داخل الشبكة وبالتالي هنا عندي الهايبرد لما بالنهار كله هو دا يشتغل شمسي على الطاقة الشمسية طبعا دائما نشجع انه لما يكون الانفيرتر القدرة مالتها خمسة كيلو واط نخليه الى ستة كيلو واط والآن اكو اجهزة جديدة راح تصل الى العشرة كيلو واط شمسي فبالتالي انت هنا انضمنة ان الاستهلاك النهاري راح باتجاه الألواح الشمسية من الشمس وبنفس الوقت ضمنة ان الشحن الاولي للبطاريات اللي خنقول الانقطاع الاول اللي راح نستقبل بي بعد المغرب راح يكون مشحون من الطاقة الشمسية فهنا راح يبدي زامن ما بين الطاقة الشمسية الى البطاريات يستخدمها بالانقطاع الاول ثم يشحن من الشبكة الوطنية الآن راح يعترض عليه البعض أنه هذا مرة راح يشحن من البطاريات راح يوقع الشبكة عمي ما يوقع الشبكة لأنه هذا الانفيرتر هو خمسة كيلو وار زل هي هاي النقطة يعني يقال أنه مشكلة الكهرباء في شبكة النقل والتوزيع ليس بالإنتاج يعني شلون نقدر نقل الهدر الحاصل بهذه العملية النقل والتوزيع هو الطاقة الشمسية راح تقضي على هذا الهدر من ناحية أنه أنا وفرت في نقاط اللي عنده منظومة شمسية لكن هذا الهدر هذه ملاحظة جدا مهمة يعني تقولولي أزمة الكهرباء سببها إدارة الكهرباء طبعا عدنا أزمة إدارة تقولي الفساد أقولك نعم عدنا فساد لكنه أنت السبب رئيسي بهذه الأزمة هو المواطن العراقي نفسه بالاستهلاك الفائض بأنه نفتح المكيفات بالبيت كلها حتى تبرد الحيطان هذه النظرية اللي عنده كلية البيوت له في استهلاك أجزية يعني معروف يعني حتى بدول الخليج يعني يقولك هاي فاتح الكهرباء هذا عراقي يعني هي المشكلة أنه إحنا ده نتكلم هذر الكهرباء هذر الكهرباء إيه والله جديات يعني دكتور يعني أستاذ دنيمي خنا نتكلم صراحة إحنا ده نقول هذر الكهرباء المواطن لو الدولة لو وزارة نفسها يعني إحنا الحديقة والممرات والبيت يعني هو مسؤولية مشتركة أساسها الرئيسي هو المواطن اشتركوا في القناة